السلام عليكم عزائي الطلبة بهاي المحاضرة راح نتكلم عن lesson 4 unit 2 طبعا العنوان مانا مثل ما يشوف اسمه work or play قبل ما ندخل بتفاصيل هذا الدرس العفو أهدافه خلونا ننسأوا مراجعة سريعة للدرس الثالث طبعا السنة عندك مثلا موجود بواع قلتك review from the last lesson طبعا احنا بالدرس السابق أخذنا simple past اللي هو الماضي البسيط to be اللي هو was where وأخذنا كذلك simple past والي irregular verbs وirregular verbs طبعا قلنا احنا الرregular verbs هي الأفعال اللي تاخد ايدي والirregular verbs irregular verbs هي الأفعال اللي شاذة طبعا وكل سواء كل الأفعال بكل الصنفين لازم بتحفظ سواء كانت regular verbs أو irregular verbs طبعا مثل ما تشوف هنا هنا هسا عندك هنا سؤالين وزاري أو فقرتين بالوزاري جاية بالقواعد جاية بالقواعد عندك حول موضوع simple past هسا عندك مثلا هاذا اللي الجملتين number one and number two طبعا مو اتناتين بنفس الامتحان وانما امتحانين مختلفين أوكي هسا عندك مثلا number one لما انجويد playing the volleyball لما انجويد playing the volleyball شيري اللي بنعدك طبعا قولك change the sentence into negative change معناها غير change معناها غير أما الفقر الثاني عندك I for all my ankle two days ago two days ago two days ago طبعا ago هي عبارة عن دلالة على الماضي ومنطق اغتيارك هي going to see was so was see هسا اريدك توقف الفيديو وتحلي هدني الفقرتين واذا شفت عندك اي صعوبة بحالهم ممكن انه تتركلي اه تعليق واني راح اشعر اه طبعا علمك كيفية حلن بشكل صحي هسا اليوم خلنا اخذ اهداف هذا الدرس اللي هو lesson four من unit two اهداف هذا الدرس هي تعرف على صيغة استعمال كل من المضارع البسيط والماضي البسيط اللي هنا simple past و simple present طبعا احنا simple past اخذناه بالدرس اللي راح البلاسين تري اليوم راح نتكلم بشكل اه اكثر عن simple present هذا الهدف الاول اما الهدف الثاني فهو اكتساب مهارات اه الاستماع القراءة الكتابة والتعلم اي قصد تطويرها اي يعني اقصد تطويرها وليس اه اكتسابها اما الهدف الثالث فهو اكتساب كلمات جديدة واللي دائما احنا نبدي بها الدرس والكلمات اللي عدنا هي اليوم عن كلش كلش اه هوايا المفروض بنعدك انه مثل ما قلنا مسبقا سوى دفتر خاص بمعاني الكلمات وهاي الكلمات طبعا الشغلة الثانية اللي احب اقولها المعنى مالتها اللي معطاهناه حسب ما مستخدم بالاكتيبيتي بوك والسجدينس بوك ام وايضا هذه الكلمات مرتبة حسب الالفابتكاو اوردر يعني الحروف الابجدية لذلك ما راح بتتعب انه لما نتكلم بكتاب النشاط او عن كلمات جديدة كلها راح تلقاها موجودة اهنا اللي كلمات اللي عدنا هذي اليوم طبعا دابنت المفروض كانت ما اسا بالصف وتردد وراي تردد وراي طبعا اول كلمة راح ناخذ هي احنا 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 مو اديشن هاي اوديشن طبعا هالين بلعب ما لازم يتبدل طبعا اي اوديشن تجربة اداء اوديشن اوديشن اوك عندي كلمة اول رايد كلمة اول رايد طيب انا اضيف لها المعنى مالة الاوديشن اوديشن تجربة اداء تجربة الاداء يعني انت تروح اا تأدي فد برنامج فني فد شي معين على مو تشترك فيه اوكي اختبار هنا عددك نفسها باوها اوديشن مكررة معدي اوديشن اوديشن اداء كلمة تبريك كلمة تبريك هنا مخذيها بمعنى استراحة بهذا الجرس مخذيها بمعنى استراحة اوكي ايضا هاي مكررة اداء كلمة كول كلمة دوتر دوتر ادك الحل ادك الحل get المعضي ما ته قت قت حل الوايح الفعل المعضي gave التصريف التالث given المعضي؟ gave أجهة أيضا كلمة whole how long interview يقابل أو مقابلة loudly minute part part بارنا أسكتبلك في مقابلة أو تيوه في مقابلة بنواميش تليفزيوني دور في برناميش تليفزيوني أجهة أمت phone phone play play أجهة أمت poster poster run 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 رن رن كلم سي سو سي سو سين سبشل سبشل star star take take took took taken take took taken teach teach taught 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 wait wait write wrote written write يكتب wrote written اوكي داما اذا عندك كلمة بهالشكل هذا فهي معناه فعل وفعل شاذ ان الفعال الشاذ فقط انيد انطي التصاريف ما لا تعمل افعال الاعتيادي او الغرشة او الغرشة مجرد فهي معروفة انه يضاف الى ايدي مثل كلمة فرضان ويت السهنانة الدك ويت اللي هي ويتد اوكي انظف الى ايدي تتحول الى الى الماضي اسا خلونا اروح ليوان اروح لل students book اوكي اسا عاد داك الى students book unit 2 lesson 4 اسمه work or play work or play اوكي لو شوفوا هنا عادنا هدفون على عاما الهدفون ش مكتوب عليها بصفه او الصيغة المكتوبة للحوار الصيغة المكتوبة للحوار داما نلقاها اوين؟ نلقاها بنهاية الكتاب بنهاية الكتاب طبعا الحوار اللي راح سنقرأه ونسمعه ونقرأه بعدين بس نسمعه جدا مهم لهذا الدرس اوكي اسا خلو نروح ندور على هذا التراك 6 هذا اللي موجوده ادك هنا باوع مؤشر مع الماوس موجود التراك 6 راح نروح الى page number 91 91 page 91 يعني نروح النهاية الكتاب page 91 صفحة باوع 88 89 90 90 اوكي ندك 91 صفحة باوع page 91 هدك مثل ما تشوف هناك مكتوب unit 2 lesson 4 6 نفس العلامة اللي شفناها هناك نفس العلامة اللي شفناها هناك اذا هسا عدنا هناك حوار طبعا انا دائما اخلي لك مثل ما تعرف انه دائما اللينك او الرابط الخاص بالمادة السماعية جو الفيديو هو المادة الخاصة بالشرح فانت بالبداية المفروض اول شي يسويه لما انت طلع هذا تنزل المادة السماعية اذا هسا هنا عدنا دائلوغ حوار اللي هو بدون student 1 لوسي عدنا student 1 لوسي student 1 and student 2 يعني عدنا طلاب اثنين وواحدة اسمها دوسي دي احتون اوكي شي يقول presenter المقدم يعني هذا اللي يحتب بداية المادة السماعية listen to the interview هسا ما اننا علاقة بهذا هسا احنا شو نريد نقرأ هذا الحوار احنا بطريقة ما لاتنا ما للاستماع هي بالبدال القراءة والفهم بشكل جيد القراءة ثم قراءة واستماع ثم قراءة واستماع ثم استماع فقط ثم استماع فقط من جديد طريقة الاي مادة سماعية عدك تجيك باي درس بالبداية هي القراءة طبعا قلت لك معظم كانت معاني الكلمات تلقيها وين بالجزء اللي مخصص لل vocabulary او القاموس الصغير الخاص باللسل فتجي بالبداية رح تجي تقرأ تقرأ انت بعدين تقرأ وتستمع تقرأ وتستمع طبعا هذا الديالوج نهاية هنا اوكي وبعدين برا ما تقرأ وتستمع تستمع فقط تستمع فقط برا ما تخلص هذه العملية برا ما تخلص هذه العملية هادي دكشي سوى اوكي ستروح للليوان يعني لسن جديد هادة لدرسنا الليو هادة اوكي خلشوف شريط بنا ادهنا طبعا مفروض احنا قلعنا هادي هادي And these are students We have two students They are interviewing Lucy They are interviewing Lucy If you go down a little bit باش ادك هنا Questions Answers Questions and Answers حسا المطلوب من ادك انت شن هو المطلوب من ادك انه Match the questions and the answers Match the questions and the answers تباره حق الرألك the questions preparating answers How old are you? What character do you play? What kind of TV program is it? تباره حق الرأكل ادك انت شخص عندها What kind of TV program is it? How did you get to the part? How did you get the part? How long did it take? How long did it take? 6 months. I play the part of Samara. I saw a poster at school. I'm 16. It's about not to finish. This is the work that is done. You can return to the dialogue from the beginning. What do you want? I want you to draw an example on the simple past. You can write simple past and write simple past and write simple past. You can write simple past past and write simple past and write simple past. You can write simple past and write simple past. You can write simple past. Think of some more questions to ask Lucy. Make a list. Think of some more questions to ask Lucy. هس انت انت بنفسك راح تشي سوي راح تسوي اسئلة اوكي بالماضي البسيط. بالماضي البسيط. سو عن yes no question او wh question. سوال استفهامي او سوال وسيط. تسهل ان من تسهل ان للوسي. اجن سوي اسئلة ببرا ما تخلص هذه العملية ايه عملية كتابة الاسئلة. ستروح لي للشرح الخاص بالمادة. اللي راح ناخذ الموضوع الرئيسي اللي عندنا هو اه simple present. simple present. اوكي. simple present to be. طبعا انتو هذا ما اخذي قبل بالاول بفلاني. هواي. هواي ما اخذي. اوكي. المن استخدمة? الاستخدمة للتعبير عن احداث حقيقية. احنا احنا لحسي to be. بابع المن. to be. بها حالة راح نبدي بحالة الافيرماتف. احنا عدنا اربع حالات. احنا عدنا اربع حالات. اشنا عدنا اربع حالات. انت كطالب انا راح استمر بالفيديو انت هذا اول ما راح تبدي كطالب راح تبدي بالماضي البسيط تقسمه الى قسمين اول قسم راح تاخد به المثبت والنفي اللي هو الافيرماتف والنفي وتعيفه ترجع لثاني يوم تاخد اليس نوت تراجع الافيرماتف والنقاتف والنوب ترجع من جديد تدرس اليس هيا الخطة مالتك مالدراسة simple present to be simple present to be اذا من جديد راح اذا انت عندك ارضى حالة خلاك تبها عندك افيرماتف اوكي وعدك شنو بعد حالة النغاتف الحالة الثالثة هي الاسئلة القصيرة اما الحالة الرائعة فهي الwh question طبعا انت اسا هاذي عندك اربع حالات هنا احنا راح ناخذ اليو انت انت ما راح استمر بالفيديو انت راح تدرس فقط الافيرماتف والنغاتف تدرس الافيرماتف والنغاتف فقط وانت انت درس كأنما درس عندك انتها ترجع لباطر من جديد اش راح تاخذ تاخذ تدرس وحدك ال yes no question والwh question اوكي هذه خطة الدراسة المفروض لانه المالدة جدا مطولة وممكن انه تدرسها كلها بوقت واحد بس راح تنسى افضل طريقة انه اه الجزء وموضوع جدا مهم ورح يمر عليك هواية بالسنوات حتى القادمة يعني بالرابع ان شاء الله بالخامس سالس يعني بس جرته يسا الضبط ينضبط عندك كل شي بعد ما تحتاجه ويصير موضوع عندك جدا جدا بسير اوكي اثنى اليوم انا راح استمر بالشرح انت راح تدرس فقط افيرماتف نيجاتف وباتر راح تاخذ ال yes no question ال wh question استخد نبدي شلون نسوي الجملة وهذا العناوين مهمة من القواعد simple present عندك اذا كان الفعل he او she او it راح ياخذ الميهن is وراه يجي اما صفة او اسم او ظروف اوكي اثنى ساعدك بوع he شخذت اخذت is وجوا راح شنو جنوب اوكي he is an actor actor ممثل هو ممثل هو ممثل هو ممثل اوكي الجملة الثانية عندك مثلا she شخذت السباوة اخذت is اوكي وعدك هنا هاي لازم تصلحة طبعا كلمة cool she is cool she is cool هي لطيفة هي لطيفة اوكي مثال الرابع it is it is in the school سادة ال it بوستر. إيز. عندك كلمة. أبوستر. أبوستر. إيز أبوستر. اوكي سرح لوني الكياه ناني عندك هنا مثلا ذني. اوكي. عندك إيز. وذني راح يكون عندك التكملة يعني ما عندك بوا نفس الألوان. اوكي. هسا خلي طبعا راح نيجي للدور البراكتس. انت راح تسوي لي الجمل هسا. انت راح تسوي لي الجمل. اوكي. ساعدك هي وشي اد. روبنسون وسالي وسالي. روبنسون هي وشي اد. اوكي. ورح تستخدم هذني الكلمات اللي عندنا هنا. او الكلمات ما للوحدة السابقة. او واكيد طبعا توقف الفيديو. اوكي. 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 ببرا ما كملت هذا النشاط اللي مطلوب منك راح نستمرها السحنة ويمن بحالة الافيرماتيف المثبت السلاي تاخذ ام اكيد ساميها اي ام ان اكتر سا اي ام ان اكتر اي ام هابي اي ام ان ذا اخذت ام اوكي انا ممثل انا سعيد انا في الصف اوكي مثل نفس العملية هنا انا راح تجي تكتب لي اتلاث جمل بالاعتماد على الكلمات اللي عنده فوق او الكلمات من lesson 3 lesson 3 او اي كلمات اخرى او اي كلمات اخرى انا اكيد لازم توقف في الفيديو وتأدي هذا النشاط اوكي سناخذ اخر حالة بالافيرماتيف هي شنو هي you we they are زائد اسم او او صفة او الظرف ان اسا مثلا طبعا او ما يعوض عنهن او ما يعوض عنهن دامنا تحب طبا لك انه ذن الضمائر اكفت شي عوض عنهن يعني مثلا هسا فرضا هسا دوني جهنانة هادي عدك شنو سمع مثلا هيا راح اقول علي is an actor اوكي هادي عوضتها يعني بمكانهي حطيت علي وهاكذا الشي وليت المفروض انهه انتذن كل هن تعرفهم وما اخذهن بالابتدائية مع ذلك راح سوكي انا سريع الشيء مثلا اي اسم مهنث مثلا خنستخدم سالي سالي is school اوكي مثلا it is in the school يعني the bag for allah غير عقل غير عقل مفرد is in the school اوكي باو اس هنا علي هسا هاذ راح احط الكيه انا متعرف انه هاذ الفاعل وسالي اوكي وهاذي the bag واضح خلنا رجع هنا نحسا you we they او ما يعوض عنهن طبعا اليوم يتتعوض ال we ممكن ال we انتما انه تكون انتويات مجموعة اوكي تقول we we لما انتتكلم عن اشخاص انتو مو ياهم تقول they انتو مو ياهم بس تتكلم عنهم تتقول they اذا they تاخد are اما اسم او you are a star طبعا نتو حطوا ببالك انه كلمة you نكون مفرد وممكن تكون جمع لذلك دالك دايما نتجنب مساله انه او مثلا انا نتقول انه اسم مفرد او او فاعل مفرد از او كي او خلاله اوه تقول لك فاعل جمع ووراء are اتجنب هذا الموقوع لانه ادتك كلمة you ممكن تكون مفرد وممكن تكون جمع لذلك دائما نستخدم الضمائر. ما استخدم هاي عملية المفرد وعملية الجمع. so they are cool. we are in the classroom. اوكي. اذا هذي عندي خانا اصول كيان بالالوان. سعدي يو. والذي. والوي. مثلا وقلنا هذي الار. باوع. باللون الوردي. البنفس اجي اتوقع. وعندك هذني. stars. cool. واندك classroom. اوكي. نفس الالوان على ما تعرف انه هذني فعال. وا 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 وا. الستتيجي طبعا اه هنا practice. يعني رح تدمران. يعني انت رح تكتب لي جمال. انت رح تكتب لي جمال. طبعا نفس العملية. قلنا انه هذني او معي مثلا. ساليومت تتعوا. طبعا. ازي مثلا هستها تحتي انت عن ثنين. علي. seul част. علي tand ądى كاريم. ok. علي幾Monster. اذا ثنين. جمع. او اشخاص جمع مؤناس مذكر. حتى الغير العقل. يعني the desks are cool جوز واحد يقول سابوا هذا غير عاقل ده أقول لك هنا جمع جمع وليس مفرد إذن هذه عندك بها ساي عليان كريم أول اثنيا انت دي تحكي عنهم أو the desks are not cool وليس cook طعم حسن انت وقف الفيديو سوي لي هذن الأمثلة they we are they you we راح تستخدم أما الكلمات الفوق أو الكلمات من لسن three حسن هذا كل ما وجود لدينا بالaffirmative ولي هذي راح يعتبر بالنسبة لك الجزء لأول حسن نيجي بالنسبة لك الجزء الثاني اللي لازم تقرأ بهذا الوقت اللي هو شن هو النيجي تفطان النيجي تفجدن جدن بسيط هاي مراحبة قدامك تقول لنفي نظانات أوكي وارا طبعا وارا من وارا آم is are وارا آم is are يعني تنتبه الحالة الاختصار يعني he's an actor سباع هذي he is راح حولها نفي he is okay he is an actor okay شلون بس مجرد is not لا أكثر ولا أقل لا أكثر بس هذي الهيد بوقت نفسها والis صارت is not يعني أو isn't an actor اوكي اسا هذي عندك one two three انت راح تسويهن one two three انت راح تسويهن مثل ما أنا سويت هذي الجملة okay okay هذا example خلنا اتعبره ادك one two three انت راح تسويهن هذي المثال ما تك انت البقية she is cool it is in the classroom it is a poster so we negative okay هزي الpractice انت راح شنو انت اللي راح سويهن جمال he is not a teacher he is not teacher اوكي هي شي ات رابنسون انت سوي وحاول دامن تسوي كلمات جديدة طبعا دامن لمن عندك practice لمن عندك شنو practice لازم توقف في الفيديو يعني ادخل الفيديو يشتغل وانا ما اتمرن على الجزء المخصص اليك اوكي او بعدين اشتغل ارجع يعني اشغل الفيديو من جديد السا اخر شي عدنا العفو ليس اخر ادك ايضا ام not i am not an actor i am not i am an actor sorry i am not an actor اوكي i am not an actor i am happy انت راح تسويه i am in the classroom انت راح تسويه ايضا برا ما توقف اد فيديو اخر شي ادك you we they راح تصير are not او aren't يعني مثلا هسنا عدك you you are not stars you are not stars شنو الفرق بين الجملة الاولى والثانية اليو هنا انا معامليهم كأنما جمعي انا انا دا خاطب مجموعة دا قل لهم you are not stars انتم او انتنا لست النجوم اوكي انتم او انتنا اه لست لست معربة العربة انتنا يمكن لستم لستم اوكي نجوم اوكي اذا انا دا خاطب مجموعة مشلون عرفته بقى سنا عندي ادك كلمة از اذا انا اوكي بعد مثال الثاني you aren't star اوكي هنا ادى خاطب شخص واحد شخص واحد لانه بعث انا عنديك شنو مفرد you aren't star you aren't اه star اوكي ساعدنا بسحة نخصها هادي بقى star هادي star اوكي ونحتاج بعد شنو نحتاج بعد نقطة هنا say you aren't a star star هذا الفرق بين الجملة الاولى والثانية طبعا الثانية والثالثة انت راح تسويهن تحولين مثل ما انا سويت هنا اه هنانا راح انت تكتب لي جمل من جديد وقف الفيديو وادي لي هذا النشاط واخذ كل وقتك الكافي اوكي اوكي ذي وي وعندك كلمة you سهذا خلص عندك موضوع النكتف اذا موضوع الفرماتف والنكتف هذا انت راح تعتبره موضوع واحد وتنهي الدرس كأنما لهنا ترجع ثاني يوم اتكمل بقية الدرس بس اني بالنسبة ليه راح استمر بعملية التدريس اوكي لسه اجي ال yes no question ال yes no question طبعا هنا ادك لعمل سؤال قصير تقدم am is are على الفاعل am is are على الفاعل اوكي يعني سواء is he is she او is it يعني he's an actor اريد اسويها مثلا قدمت ال is هاذي اوكي is an actor جملة مثبتة اوكي اريد اسويها السؤال سويت سباع ال is when صارت نفس اللون بالبداية دي كانت هنا اشيلا تخليته اوان is he an actor is he is he an actor اوكي اوكي is he an actor الثاني سألتك قلتلك مثلا الثاني او قد ان يحجي عن واحد سألتك علي وداما قلني ال yes no question معناه هل ال yes no question حل يعني لما تقولك is he an actor يعني شين معناه اوكي يعني معناه هل هو ممثل هل هو ممثل هل هو ممثل انت ش راح تقولي yes he is yes he is oh no he isn't no he isn't يعني هو yes no question واضح اوكي اوكي إسا انت فردن ااني ديسي لك عن ابنية واكفة بصفي سألتكت لك is she cool is she cool is she cool شلو راح تجاوب لي جاوب لي جاوب لي yes now again the same question is she cool جاوب لي no اوكي هس انت اريدك انت سويد السؤال 3 it is in the school it is in the school وقف الفيديو طبعا number 2 number 2 3 انت سويد اوكي هس انا اسئلك اريدك انت جاوب لي is it in the school is it in the school جاوبني yes is it in the school جاوب لي no okay او قنا ذني الضمار او ما يعوض عني يعني انا ات ممكن كون ديباق the book um um the computer الى 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 اخرج. اي مفرد غير عاقل مفرد غير عاقل. مفرد غير عاقل. اوكي? هسا انا اريدك انت سولع فور. practice. انا رح سوى 1,2,3,4,5. سولي يسنو كوهسشن. يسنو كوهشن عال هي والشي والأت. طعم براما تحول داني. هسا رح تيجي فقط سولي يسنو كوهسشن. يعني مثلا. مش هلون رح يجي واحد يقولي مثلا انا انا فرضان هسا هذا اجي اقول is she فرضان انا استخدم اي كلمات اللي عندنا هنا is she is she a star الوحيد اللي ممكن اوكي مثلا رح نجي نقول is she a star هل هي نجمة وتكمل لي انت البقية على نفس النمط اكيد رح توقف الفيديو اوكي وتأدي عن النشاء اوكي نصطره ام eye am eye eye an actor هطف الاحيان برو heureو احدي اقول مرادить هس Leeffik مثلا ام اذا أنا احب anno انا وصالده ام انا اساخ اتقلي احب مرادة احبو اترة او 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 اي و Haven't you to tell me هنا بالمثال الأول بالمثال الأول اسألت نفسي وجابت الإجابة كانت ذحتي بنفسي Am I happy? ممكن يكون Yes I am أو No I'm not مرات لا غيرك إجابك غيرك إجابك يعني مثلا Am I happy? أغيرك إجابك Yes you are أو No you aren't واضح؟ أغيرك إجابك هذني مرقمات أغيرك إجابك أغيرك إجابك أغيرك إجابك 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 نفس هذه العملية وراءها لا تحول تكتب لي فقط سؤال هنا Yes no question and short answer Yes no question and short answer برونا سوا هاي شيء صحول short answer إجابة شنو قصيرة short answer نفس العملية Are you We They are تجي مجرد تخلي are بالبداية are بالبداية Your stars Are you a star Are you a star Yes I am No I am not Are you stars نفس العملية يعني الجملة الأولى هذه So are you a star Are you a star ثاني دس هل واحد تقول Are you a star راح يجاوبني Yes I am No I am not المثال الثاني أن دس المجموعة Are you stars هل أنتم نجو مش غالو Yes we are Oh no we aren't طبعا 2-3 انترح سويهم ونو ببراها تسويلي questions تجينا رح تقول مثلان Are they Are they مثلان Happy Are they Are they Expensive خدنا صفت تحنا Expensive Are they Expensive راح يكون جاي بياس بلا 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 الى آخري أوكي آخر شي اللي راح تروح له هو آخر شي طبعا اللي هو الwh questions الwh questions اللي هو السؤال الاستفام طبعا نحن عندك اداة استفام وكل وحدة تعبر عن شي موائيا سمثلا نحن اداة استفام Am I سمثلا سنعديك الكلاس وممكن تكون مثلا Where am I Where am I واحد يسأل روحه Where am I نحن مثلا نحن مثلا نحن مثلا نحن مثلا نحن مثلا راح جايس السؤال أقول Where am I Where am I You are in the hospital واضح طبعا طبعا عندك هدن الامثلا When تسأل عن الوقت Where مكان السن نجي تبع على بني الامثلا Why is she late She is late Because she was in another إنا كانت في افتماع آخر لماذا هي متأخرة How many books Okay تقدر أيضا تستعل How old إلى آخر How old How many تسأل عن عدد How old أمر What ممكن تستعل معنى الشي When Where When إنت راح السؤال طبعا 5 6 7 8 إنت راح تسوي بيهن إنت راح تسوي بيهن آآ جمال أوكي طبعا دائما ببرا ما تخلص هذه العملية كلها ببرا ما تخلص يعني بالأفيرماتيف إحنا قلنا لأ to be بأفيرماتيف نيجاتيف يس نو و آآ W questions سمن جديد إحنا شخصنا سب هذا الجزء طبعا هذا الجزء راح تكون هذه نهاية الجزء الأول وبهذا الجزء شخصنا طبعا أخذنا بالبداية المقدمة بعدين أخذنا الفعل simple present simple present to be شنه to be and الام is R أخذنا بحالة ال affirmative negative yes no questions yes no questions و WH question okay أخذنا أربعة حالات أخذنا هنا أذني حالتين أنت راح تدرس affirmative و negative فقط okay وبغير يوم يعني باتر مثلا أو غير يوم أفضل أنه غير يوم ترجع تدرس تراجع affirmative و negative وتدرس yes no question تدرس yes no a question إذن هذه هي نهاية الجزء الأول من lesson four هذه نهاية هي الجزء الأول من lesson four و دعم نحاول أنه تتبع الأرشادات اللي أقول لك إذا إذا أريد تضبط روحك بهذه المواضيع وإذا أريد طبعا درجة جيدة وكذلك تحسن اللغة الإنجليزية دائما ما لتك دائما التزم بالتعليمات أو الإرشادات أو النشاطات اللي أقول لك آه آه طبعا ببرا ما تخلص هذا الجزء راح تروح ترجع نيوان أريد ترجع لي هنا لل students book أريد تلقى أمثلة على to be تلقى لعلم أمثلة على to be وتكتب لي آه وتكتب لي آه أوكي تكتب لي وطبعا هنا عندك think of some more questions to ask Lucy think some more questions ممكن إذا استراد them simple present to ask Lucy some more questions أوكي some more questions أوكي عن to be أوكي إذن هذه نهاية الجزء أتمنى لكم كل التوفيق وأتمنى أنه راح تتعلمون ما عنده فشي جديد ومسبقا وكل التوفيق